أريد أوضح نقطة عشان الناس ما يتفهمش حلقتنا غلط دكتور علي مزارة البيئة تكلم عن إيه؟ الحد من استخدام البلاستيك فإحنا عايزين نبقى وعيين في استخدام البلاستيك مش عايزين الإسراف مش عايزين الكياس البلاستيك والأطباق البلاستيك دي نبالغ قوي في استخدامها لأن الدولة بلازم تتخلص من البلاستيك دي إما بالدفنة أو بالحرق وزي ما قال لي ده ليه تأثيرات على المناخ وليه تأثيرات على المياه الجوفية وعلى الزرع وعلى الأسماك والحاجة اللي أنا كنتش متخيلها بصراحة أنه ليه تأثير سلبي على السياحة يبدو أنه قريبا جدا فيه دول كتيرة هيجي السايح يقولك هيجي زور مصر ليه ده ده بلسا بيستخدموا بلاستيك هتوا بيستخدموا بلاستيك لا شكرا مش هستند إحنا نروح كينيا بقى فالتأثير السياحي كمان التأثير السلبي على صحة البلاد عشان بتاكل لاتي في طبق بلاستيك أو شوكا بلاستيك خلاص هيجي لك الكلام ده لا فيه حاجة اسمها التأثير التراكمي تراكم الاستخدام هو ده اللي خطر جدا تراكم السموم جوه الجسم البلاستيك وجوده مع أي مادة غزائية بدءا من المياه أو العصير أو الطعام لازم بيتفاعل معها حتى لو مش سخن حتى لو مش سخن مع درجات حرارة معينة أو مع وقت معين هتديكي مثلا إذا استر المياه البلاستيك إيه الجميلة وإنت بتشربيها خلاص بقتي نص صحة قفلتيها حصل كراك يعني حصل إيه مطرح إيديكي عملت شقوق التشقق البسيط ده طلع مواد من المياه ده البلاستيكية تفعلت مع المياه أنا حشربها بعد شوية حشربها بعد شوية الخطورة بقى أن أنا حطها كمان في العربية تتعرض للشمس أجل أشربها شربتي بقى مواد دي من الأسباب اللي بتبوز الخلاية زي ما حدتك شرحت في أول حلقة خالص البلاستيكات بالتراكب بيطلع بقى مواد منها الثاليتس ومواد الكاربون تتراكلورايد وبيطلع منها الدايوكسايدز هذه المواد بتعمل إيه لو رجعنا لأول الحلقة قلنا الغشاء الخارجي للخلية اللي هو الإطار أو السياج اللي حوالين بيتك اللي بيحميكي تمام مواد الدايوكسايدز والثاليتس بتضمر هذا الغشاء فبتخلي الخلية بتاعت البناء الأدم متعرية يلا يا جدع أي سم داخل أي سموم داخلها أي ميكروبات كورونا داخل خارج بيبهدل في الخلايا يبقى هنستبدل البلاستيكات أو نحد من استخدام البلاستيكات ولو نقدر نستبدلها بالأوراق سواء الأكيات أو الأقومشات هنحد من استخدام البلاستيكات وهنحاول بقدر الإمكان ما نخزنش فيها الأكل طب لو ناس تقولك بس دي دي سبوزبل وفي ظل كورونا والرعب احنا مش عايزين نستخدم نفس الأواني ونفس الاطباق مطرح بعض فالبلاستيك دي سبوزبل يعني استخدام لمرة واحدة هستخدمه ورمية فأنا كده حميت نفسي من الكورونا أو من العدوى بص حرج احنا من 1950 أو بداية الستينات وإحنا داخلين في عصر البلاستيك ده الطفل الصغير الرائح معه اللانش بوكس بلاستيك البزازة بتاعته بيستخدمها بلاستيك الكوباية بلاستيك المعلاقة بلاستيك السكينة بلاستيك كل ده عصر البلاستيك احنا مش ضد استخدام البلاستيك احنا عايزين نحدي من استخدام البلاستيك حدينا مسألة بلاش الأواني المصنوعة من البلاستيك لو حتى اضطريت احط فيها الأكل ما خزنهاش ارجعوا تاني يا مصريين في الله لعلب الأزاز ارجعوا للفخار ده في الطهي كمان ايضا ارجعي لمية القلة ارجعي للزير لا اشرح لي بقى مية القلة دي ليه القلة مصنوعة من فخار طب ما حنت في أزاز 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 طب ما هو مية القلة جميلة القلة مصنوعة من نوع جميل من الفخار كان بييجي في مصر من أرقى منطقة مشهورة من قنة حتى أقولك القلة للإناوي أيوة القلة الفخار اللي منها طالما ننضيف ومعمول كويس ومسخول من الداخل كويس ومطهر ثبت علميا ان التفاعل المية مع الفخار يخلي المية قلوية سبحان الله واحنا بقنا نعاني من حمضية الجسم ده حضرتك دايما معلمنا موضوع المية القلعية حتى ماء الورد بالزباب لزمان كانوا جدودنا برضو بجملة من فتأة دي موتاه زمان كانوا جدودنا يحطوا نقطتين ماء ورد كده على أزازة المية فانت لو حطيت القلة الجميلة دي فيها شوية مية وانت قبل ما تشربها تحط عليها نقطة ماء ورد اللي هو ماء وردي سموه الماء ورد أو المزهر ده برضو بيخلي الجسم قلوية شربت مية قلوية تساعد جسمك على التخلص من السموم وتنشط كي بدك